موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي احد المراكز العراقية الموجودة في العراق واسمه المركز العراقي الاقتصادي السياسي المهم توفرت له العديد من الارقام الحكومية واستطاع من خلال هذه الارقام ان يصدر تقريرا يتحدث فيه عن انفاق العراقيين على العلاج في بلد واحد وتحدث عن الهند يقول هذا التقرير يقول ان العراقيون انفقوا اكثر من 700 مليون دولار على العلاج في الهند خلال ثلاث سنوات خلال سنوات 2020-2021-2022 ثلاث سنوات اللي مضت نحن الآن في العام 2023 ثلاث سنوات هذه انفق مجموعة من العراقيين مبالغ تقدر بسمع 100 مليون دولار على العلاج في الهند الله اكبر ويذهب التقرير الى الحديث عن اعداد هؤلاء فيقول ان عدد العراقيين الذين تعالجوا في الهند خلال تلك السنوات 2020-2021-2022 بلغ 57275 مواطنة بواقع 15596 مواطن عام 2020 و 15120 مواطن عام 2021 و 26559 عام 2022 طبعا زاد العدد بالضعف يعني من 15000 الى 26 زاد العدد بالضعف عام 2022 لماذا؟ سأقول لكم لماذا لانه عام 2021 كانت هناك ضوابط بسبب الكورونا كانت اجراءات جائحة كورونا والتضييق والحصول على الفيزا الى الهند صعبة جدا جدا فلذلك قل العدد الى 15000 عام 2020-15596 وعام 2021-15120 في عام 2022 عندما فتحت هذه الاجراءات زاد العدد الى 26559 بمعنى لو لم تكن جائحة كورونا ولم تكن هذه الاجراءات يعني اجراءات اللي وضعت للحد من الحركة في وقت كورونا لم تكن موجودة لتجاوز المبلغ الذي صرفه من عدد العراقيين الذين يذهبون للاجل الهند اكثر من مليار دولار ربما يعني تجاوز المليار ونصف مليار دولار وهذا يدفعنا مرة اخرى يعني العجب والبهتان الحقيقة غريبة هذه فقط في الهند نتحدث عن دولة واحد الهند كثير من العراقيين توجهه الى دول اخرى ويمكنها اعداد باكبر من هذه مو بسم الهند توجه الى دول كثيرة مجاورة العراق وبعيدة عن العراق للعلاج وصرفه مبالغ يعني ربما الهند الخيصة مقارنة بدول اخرى اغلى والمبالغ تعادل هذه وبالتالي احنا سنويا ربما نصرف اكثر من مليار دولار يصرفون العراقيين على علاجهم خارج العراق اكثر ربما وهذا يجعلنا نتساءل يعني من المسؤول عن هذه الكارثة يعني من المسؤول اللي اللي تراجعت فيه الواقع الصحي تراجعت فيه الواقع الصحي في العراق الى هذا المستوق وبدأ الناس يذهبون الى الخارج والى الهند وغير الهند للعلاج فيما كان يعني من كل دول الدنيا يتوني للعراق خاصة من الدول العربية والدول الاقليمية يعني يتوني للمعالجة في العراق العلاج في العراق كانت مستشفيات العراق ومراكز العراق وطباء العراق يعني هم المعتمد عليهم في المنطقة كلها للعلاج اسأل احد الكثير من المجراحين الذين كانوا في الثمانينات في الحرب العراقية الإيرانية مثلا يعني ما الذي يعني كل وقت عصيب أيضا بفوائد بيدروس مستنبطة فما هي الفوائد التي أسألهم عنه يعني في حديثهم يقرأ عن دراسات كثيرة تقرأ عن دراسات كثيرة وتسألهم لهؤلاء الأطباء وكانوا كثير منهم من العسكرين وحتى المدنيين الذين أشاركوا ما هي يعني الفوائد التي جنيتموها من تلك الفترة يقولون الأطباء اللي تخصصهم بالجراحة يقولون صارت عندنا خبرة بالجراحة لأن الحالات التي في الحرب حالات غريبة عجيبة وجراحات صعبة جدا جدا فبدأت تصير عندنا خبرة عالية جدا غير موجودة بالعالم كله وظهرت عندنا دراسات عليا وبوردات من العراقين ودراسات وأطاريح كبيرة جدا جدا عن هذه العمليات ووجدت عمليات درست في كل العالم أساسها من العراق من أطباء عراقيين والمستشفيات العراقية كانت تدرس شون توسع والعدد الأسرة وعدد الأطباء وكانت الكليات الطبية تدفع بقيرة شباب والعقول لكي يتدربوا ولكي يصيروا أطباء مشهورين هكذا كان العراق ولديه مراكز صحية في كل مكان والكل يأتي أما الآن في العراقي يعني المستشفى يعرف أن المستشفى الذهاب إليها يعني الموت لأنه عدا أنه يعالجوا ما يعالجوا هي وجودك داخل داخل بناء المستشفى نفسها موبوء البناء نفسها موبوء بالأمراض والأوبئة والفيروسات الحقيقة هذه وكثير من العاملين فيها يصابون بأمراض كطيرة جدا ولدينا أمراض خطيرة جدا في العراق هذا كل الأطباء يهاجرون أطباء يعتدى عليهم أطباء منذ عام 2003 طوردوا من قبل الميليشيات قتلوا وسحلوا وتهديدوا هربوا الآن فيه فقط في بريطانيا تحدثنا أكثر من مرة فقط في لندن لا في بريطانيا يعني ربما في إنقلترا أكثر من ستة آلاف طبيب عراقي من خيرة الأطباء وفي كل الدول العربية الأطباء والآن كل الشباب العراقي يتخرج طبيب تسأله ما هي أمنيتك يقول لك أنا بس توفر لي فرصة أخرج أنهزم أطلع من العراق كارثة لدينا مستشفيات منذ عام 2003 لحد الله لم تبنى مستشفى بها خير العالم وين يصل وين الطباب نحن كله فساد وخراب فساد وخراب بالأجهزة الطبية سرقات بالأجهزة الطبية بالخدمات الصحية نظام الصحي لم يتطور صار متخلفا جعلوا متخلفا هجرت إلى الطباء هجرت الكوادر الطبية سرقت أدوية متاجرة بالأدوية الأدوية بيد الميليشيات معدات طبية معامل الأدوية وكلها توقفت حالات الاحتيال كثرة حالات الاحتيال في المستشفيات وفي العيادات ومصائب حتى طباء مو أطباء يعملونه بالطب واحتيال انتهاء يعني خراب البيئة التحكية لكل المستشفيات ولكل البنى التحتيات الصحية هذا كله نعكس على الواقع الصحي العراقي ونعكس على صحة المواطن ودفع بالمواطن العراقي اللي يبيع بيته واللي يبيع ما يملك حتى إذا بيتعالج بالهند وغير الهند ويدفع كل هذه المبالغ هذه جزء من ثروات العراق المهدورة جزء من حياة العراقين المهدورة من صحتهم المهدورة من حياةهم المهدورة ومن يتحملها مرة أخرى هو النظام الذي يحكم العراق منذ عام 2003 لعدلها هذه هي التجربة الرثة الحقيقة التي بنتها أمريكا في العراق هذه شكلها هذا واقع الحال البعض يتحدث لي عن التحرير والديمقراطية كذبة كبيرة عيب عيب هذا الكلام دعك من نظام سأبق ودعك من كل هذا الحديث هذا الحديث معيب أصلا الحديث عنه راح انتهت كل شيء كل شيء انتهت تجربتكم تجربة من أسوأ تجارب في الدنيا تجربة قاتلة تجربة مريرة على العراقين هذا الشعب الكريم الشعب الطيب الرائع الذكي المنتج المبدع هكذا يعامل بهذه الطريقة عشرين سنة من المرار والأذى والسوء خراب وقتل ما زادت بيه بس المقابر لا مستشفى بيه خير لا ملعب بيه خير لا حقيقة بيه خير لا مولات ومطاعم وخلص هذا البلد مليان مولات ومطاعم أكلوه وتسوقوا لبسوه وعيشوا بالمولات وانتهت هذه الحياة أما انتصنع عن تزرع عن تبني الخبار عن تبني الحياة عن تبني التطور تبني دراسة مدارس تعليم عالي نظام صحي طيب هذه غير موجودة احترام لحقوق الإنسان احترام لكرامة الإنسان احترام للبلد السيادة من استقلال هذا الموجود هذا واقع الحال في العراق بذلك من نتكلمون عن طورة المحافظة الفلانية وتسأل ما هو التطوير والله بنواننا مول و سووا مطاعم عندنا الآن مطاعم ما كانت موجودة عندنا و سووا لنا مول هو هذا التطور هو هذا هذه الحياة أن تأكل تروح للمول وخلص لا تنتج شيئا لا أولادك يتعلمون بشكل جيد لا حياتك مستقرضة بشكل جيد لا كرامتك مستقرضة تطلع على الشارع خايف تطلع معه فوين تنام ببيتك خايف هذه الحياة مع الفسف الشديد وتنفق على يعني إذا تمرض عندك واحد إذا عندك فلوس وتقدر تبيع بيتك وتبيع دومك تودي إلى الخارج إلى الهند وغير الهند يلعبون به وتصرف ملايين الدولارات عليه هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم